السلام عليكم. معاكم ساخوكم سيد علي من اسماعليا مصر. ان شاء الله النهاردة يا جماعة زي ما الصورة قدامكم. هنشرح الجبل الاسباني. والجبل الاسباني دي تعتبر من اسهل الجيب. هي بس ما بيتخدش فيها غير مقاسين الطول والهنش. ده اوقت لو انت عايز تعملها على طول على السريع. اما لو بالبطلون لها تشريح وحاجات كتير. لكن احنا عشان نطلعها ومعظم الخواطين او معظم الورش بالطريقة البسيطة خالص بيستخدموا حاجتين بس الطول والهنش. الجبل الاسباني يا جماعة قبل ما نيجي نعملها. عايزين نحسب لها حزبة كده. هي بيبقى وسعها. الدوران الهنش كله هنفرد مية وعشرة. والطول بتاعها مية. المية دي يا جماعة بنقسمها على قصات بالعرض زي ما انتم شايفين كده في الصورة. فمسلا هنعملها حوالي خمس قصات. فهيبقى كل قصة عشرين سنتي. هتبقى اجيبها ده ما انتم شايفين كده. هتبقى عشرين سنتي الجزء الاساسي بتاعها اللي هو اللي فوق. وبعد كده مكشكش وجزء تاني عشرين. 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 عشرين لحد ما تبقى مية. وهي لما بتنزل بتوسع وبتقدم منظرة اللي انتم شايفينه قدامكم ده. طيب اول حاجة بناخدها ايه بناخد ربع يا بنقسم الورقة اتنين اهو. وبناخد ربع الهنش. ربع الهنش عندنا كان مية وعشرة يعني سبع وعشرين ونصف. في عشرين سنتي. وبنسيب على طول خياطات واحنا شغالين وبنحط اتنين سنتي سنتي فوق وصنتي تحت يبقى اتنين وعشرين. علشان ما انا عطش نسي خياطات بعد كده. بعد كده بنعمل الجزء اللي فوق بنعمله مربع من غير بنس خالص. يبقى على اوسع مقاس وهو مقاس الهنش اللي هو السبع وعشرين. مفروض ان هنا فيه بنس. البنس دي ما بتتعملش ومنبقاش فيه التفريق بتاعه. هنا بقى فوق اللي بيمسكها بيمسكه قاستك. فاحنا فوق بنركب قامر قاستك من فوق. طيب اول حاجة بنخلصها الجيبة. الجيبة دي اجلناها عشان تجي تتعامل لازم تاخد تقريبا اتنين متر وربع. اول حاجة بنسيب الزيادة بتاعت الجنب. جيبة عندنا الجيبة عرضها سبعة وعشرين وسبعة وعشرين حوالي خمسة وخمسين سنتي. ده هو نص المية وعشرة. سبعة وعشرين ونص. سبعة وعشرين ونص. خمسة وخمسين اللي هو نص المية وعشرة. وبنعمل واحدة كمان الضحة. وبيتخليداتهم من الجنبين وبيتركبوا قاستك. طيب بقيت القماش بقى بنعمله ايه? بقيت القماش بنقطعه كله اتنين وعشرين سنتي. يعني هنقولكم بقيت القماش كله لاتنين متر وربع بتاع القماش كله هنعمل فيهم ايه بقى? هنقطعهم اتنين متر. بقيت لو احنا قلنا اتنين متر وربع خدنا مسلا ربع متر الجزء اللي فوق. يبقى هنقطعه كم? اتنين وعشرين. اتنين وعشرين. اتنين وعشرين. لحد اخر القماش. وبعد كده. اتنين متر. هناخد منهم اتنين وعشرين. هيطلع لي حوالي تسع قطع. يعني دول هتلعوا حوالي تسع قطع. هنعمل كلهم ايه? هنطحوا كلهم. عشان نبدأ ان احنا نعمل الجيبة. بصوا بقى. افرد دول هما ثلاثة دلوقتي عشان الورق. لكن في الحقيقة بيبقوا تسع وايه. يبقوا تسع لو هما حوالي اتنين متر اتنين متر اتنين متر بس. ونقعد نوصلهم كلهم في بعض الحد ما يبقى الشيط طويل. لو احنا قلنا عرض القماش مية وخمسين في تسع هيعمل لي بتحوالي اربعتاشر متر طول. هطلع لي بتحوالي اربعتاشر متر طول. اولي الشيط ده بقى الشيط طويل كله على الاخر. نعمل في ايه بقى بنكسره? من ناحية واحدة بس. بنقعد نعمله عالفرانس. الفرانس دي اللي هيك قصر الزغارة. بنقعد نعملها من ناحية واحدة بس. بعد كده بقى بنبدأ ان احنا نركبهم. يبقى عندنا الشيط ده كله تكاشكش بس ما بنكشكشهش قوي علشان ما نستهلكش ليه قماش اكتر. وكل ما نكشكش اكتر كل ما تجيبها تبقى واوة واسعة اكتر. كل ما نكشكش اكتر بتكون تجيبها واسعة اكتر وتحتاج قماش اكتر. فببعد ببنخياتهم كلهم في بعض بنكشكشهم من ناحية واحدة بس وما بنكشكش الناحية التانية. اول حاجة بنروح لفين القماش اللي الكشكش كله حواليها واللي يفيد بنقصه ونرجع نلفه في الجزء التاني واللي يفيد بنقصه واللي يرجع وهكذا. طيب الجيبة دي بتتكيوه ازاي? الجيبة دي يا جماعة بتتعمل بعد ما بتخلص خالص. بعد ما بتخلص خالص الجيبة ديت. ونفرض انها قدامنا كده مسلا. الجيبة دي بتتلف. جامد جامد كأنها بتتعصر جامد جامد كأنها بتتعصر اوي. على قد ما نقدر الجيبة بعد ما بنخلصها خالص بنعصرها قوي. وبعد كده بنكلفتها كلها ببعض ونلف عليها خط. بعد ما كده ونلف عليها خط فتبقى مكورة جامد كده. بعد كده بنكويها بالبخار جامد جامد ونسيبها لحد ما تبرد. اول ما بنفتحها بنلاقي الجيبة عاملة زي الكوريشة كده. متقصارة عاملة زي الكوريشة او الشكل الكوريشة. مع الكشكشة دي بتدي منظر جميل جدا. يبقى المكوة دي ما حدش يفردها بالمكوة. هي بعد ما بتخلص خالص وبتتكسر. بتتبرم جامد جدا جدا. جدا جدا. وبعدين بتتلف جامد وبتحط عليها خط كويس. وبعد كده بتتكوي بالمكوة البخار. في بعض استات ما يبقاش عندهم مكوة بخار فبيجيبوا مية سخنة جدا وارحوا محطينها فيها ومطلعينها على طول عشان ما يقصروش على اللون بتاعها. ويسيبوها لحد ما تبرد وانشوروها تنشف. فتطلع برضو عاملة زي الشكل الكوريشة ده. دي طريقة ودي طريقة. طبعا دي طريقة البسطة اللي احنا بنشتغل بها في المحلات. ودي طريقة اسهل من المصانع. لان احنا ما عندناش امكانيات اللي هي بتاعة المصانع اللي هي بتعمل الفرنس بالتساوي او بالدرجات معينة. لان بيبقى في دواسات فرنس فيها من وراء مصمار بيحدد عرض الكشكشة. اما ساعات احنا بنعمل الكشكشة دي بيدينا او بدواس الكشكشة عادية. او اعتنسوا انكم تدوسوا على زرار الاشتراك تحت الفيديو. وتدوسوا لايك لو كان الفيديو مفيد بالنسبة لكم. ونسأل الله العزيزي رب العرش العظيم ان هو يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.